نشوف أفشأ قلقيه ونرجع نكمل مع حضر لكم مرة تانية لا طبعا الموضوع اللي احنا ما نسعدش نهاية دي حاجة حاجة مش كويسة وحاجة مش حيلة وإحنا نفسنا ازعلانين كل نفسنا نحقق إنجاز وتاريخ محدش عمل اللي احنا نلعب نهاية لكن ما فيش نصيب الحمد لله بكرة عندنا مطش مهم مطش صعب جدا زي ما قلت قبل كده اللي هي تعب بكرة اكتر هو اللي ربنا يوفقه فرقة محترمة فرقة منظمة كوالت على اعلى مستوى والتفاصيل الصغيرة في المطشات دي هي اللي بتفرق فإن شاء الله ربنا بكرة يكون كريمنا وكل لعبة مركزة لازم نركز كلنا أصلا لأن مطش بكرة زي ما قلت صعب فاللي هيركز أكتر وإطعب أكتر إن شاء الله ربنا هيكرمه وإحنا بكرة إن شاء الله نحاول نعمل كل حاجة عشان نكسب ونبقى مركز ثالث إن شاء الله يعني بص إحنا ما بنقلقش من فرق لكن بنحترم فيه فرق من القلق والاحترام وإحنا بنحترم كل الفرق هما فرقة محترمة وفرقة كبيرة زي ما قلت لك هما فرقة كويسة في الملعب حلوة جدا وفرقة بتجري كتير جدا وبلعب الكرة حلوة جدا ومنظمين فده مهم إنك تركز له ومهم إنك تبقى عندك معلومات عنهم وتتفرج عليهم كويس وتذاكرهم عشان لما تنزل الملعب ما تتفاجئش إن هما فرقة محترمة وإن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة وهم حاجة اللي إحنا نكسب بكرة